اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد النهاردة ترخيص 222 ألف توك توك ده يكون في مختلف المحافظات حتى الآن أضاف الوزير كمان أن المحافظات مستمرة في تلقي طلبات الترخيص من أصحاب التوك توك واللي موجود في الشارع وبيعمل بالفعل وأنه هيتم وقف ترخيص أي مركبات جديدة مؤقتا وفقا لتعليمات رئيس الوزراء أكد كمان الوزير أن التوك توك بيتم إدخاله للبلاد عن طريق قطع الغيار وبيتم تجمعها في الداخل وبيعها للمواطنين وأن الترخيص لأول مرة بيكلف 360 جنيه والتجديد فيما بعد بقيمة 140 جنيه ده لكل سنة